إلى شرق أوكرانيا حيث لقي جندي أوكراني حتفه وأصيب آخر خلال 24 ساعة الماضية في مناطق الصراع بإقليم الدنباس انتهك الغزاة الروس هدنة وقف إطلاق النار ثماني مرات على خطوط الجبهة الأمامية وفق ما أعلن المركز الصحفي للقوات الأوكرانية استخدم المسلحون في خروقاتهم الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات منسك بما فيها قذائف الهاوين من عيار 82 مم مستهدفين بلدة أوبيطني في منطقة دونينسك وقرأ بلدات خوتر فيلني وكريمسكي في منطقة لوهانسك خلال 24 ساعة قتل ستة مسلحين وأصيب أربعة آخرون وفق ما أعلن المركز الصحفي للقوات الأوكرانية بشكل عام خلال اليوم الماضي تم تسجيل ثماني هجمات على مواقع القوات الموحدة الأوكرانية على خط الاتصال استخدم العدو في هجماته قذائف هاون ذات العيار 82 مم أربعة مرات وأطلق نيران الأسلحة الرشاشة أربعين مرة باتجاه قوات الجيش الأوكراني